المزيد من النقاش ينضم إلينا من أنجمينا باكر إدريس حسن مدير التحرير صحيفة شاريان فول إلكترونية أهلا ومرحبا بك معنا سيد حسن ما حجم ملف النزوح والأوضاع الإنسانية في السودان من هذه النقاشة؟ تشكل الأوضاع الإنسانية هو النزوح وعملية النجوء إلى جهد أهم الملفات وأبرزها التي سوف يبحثها وزراء خارجة الدولة السودان التي لدينا وصل اليوم برزو فجر الصباح الباكر وسوف تبدأ فعليا اجتماعاتهم غدا الأسنين بالعاصمة ينجمينا مع تزايد حالات النجوء والنزوح في إرشاد والأزمة الإنسانية التي يوجدونها من نقص في التوام ومن نقص في المعاش وكل هذه المواقص سوف يبحث هؤلاء المزارات عن مزيد من الدعم ومزيد من توصير الاحتياجات لأولاء السكان الذين لجوا من ولاة الحرب في السودان وكذلك سيبحثون من ضد الملفات ووضع قلول نهائية للأزمة العالية وحتى تعرض السودان على وداتها وسلامتها في ظل التعثر الحلول السياسية والعسكرية من المسؤول عن إيجاد حلول إنسانية عاجلة المسؤول من هذه العملية أنا سيتقالي كل الطرفين سواء كان الدعم السري أو الجيش السوداني كلاهما الآن يضربون وترى الحرب وذلك من أجل مصاليهما القاصة من أجل الكرسي لا يكتفتون إلى الشعب السوداني المسكين الذي يعاني مولاة الحروب منذ أشهر وبالتالي فإن حول الزعماء إما في الفنانة وإما مختبين في بقابي والشعب السوداني والنازهين هم الذين يزوحون مرات الأزام ومرات الحرب سيد حسن يبدو الطرفان أيضا في هذه اللحظة في موقف لا يسمح لأي منهما بحسم المواجهة العسكرية كيف يؤثر هذا على النقاشات في تشاد والسابقة في مصر وأيضا في جد حسب جدول أعمال هذه الاجتماعات غدا سوف يركز وزراء الخارجية حسب جدولهم على مثلا التأثير على الأطراف وكذلك توظيف قراراتهم في هذه الدول لأتوصل مع القيادة الفاعلة على الأرض حتى يمكنها تغيير المشهد الميداني حسب جدولهم وبالتالي ضبط الحدود التي من أمرها تدخل الأسياة سواء كان من جمهورية الفيق الوسطى أو من كاد وليبيا بالتالي أيضا التواصل مع أعيان القبائل التي لها تأثير وهي أعيان قبلية تدعم أحد الأطراف كذلك التواصل إليها من أجل نزيف الحرب حتى تأمان سودان شعبها وأرضها وإذا سنت هذه الفرصة ووجدوا أزن ساغية سوف تقمد الحرب بمشاهد الله تعالى وإلا فإن الأمور مرشحة إلى أعواقب لا ترمدون القبرة هل يتوقع أن تأتي محادثة تشاد بنتائج إيجابية على عكس سابقاتها؟ إذا طبقت تلك الألية من ضمها أعليات التواصل مع القيادات وأعليات التواصل مع القبائل لأن السودان كغيره من بعض السودان الإفراقية بين العامل القبلي والأعيان ورواساء القبائل يلعبون الدورة مهمة في الضغط على المجموعات وكذلك حتى على السلطات الرسمية وكذلك طرح ألية من أجل التواصل لحلول سياسية بين الطرفين حتى وإن كانت بعيدة الأمل لكن نأمل أن تجد هذه الألية أصلاً صاغية من قبل الطرفين نعني هنا الجيس القوات الدعم السريع والجيس السوداني أتأمن السودان من هذه